مصرح الثامن برهبا سهلا بكم في مواعد جديدة من زون ميكست كل عادة معكم سلام المدى من قدام الميكرو ورحمة دابل خوجة فالخراج أيضا موجود معنا زمينة محمود كذلك بيرم وعبد السلام الوجودون بتحية الناس لكل ثم الحدث يفرض نفسه اليوم هو مقابلة الأولى لإسبرانس في كاس العالم الأندية ضد نادي العين الإماراتي نتحولوا ديريكتما للإمارات والموجود زمينة وليد برحومة ناخذ أكثر عنده تفاصيل على أجواء قبل ساعة ونصف من مقابلة وليد أهلا بك مرحبا إسلام مرحبا تورنس مرحبا بالنسبة كل نتوى في الملعب اللي بشي حتظن بعد تقريبا ساعة ونصف من توى بشي حتظن مباراة التراجي والعين الفريق اللي يحتظنها تورة من كاس العالم للأنديا للأمانة إسلام مازلت كتخلف للملعب مازلت كتخلف للمركز الأعلاني ملعب حقيقة من أعلى تراث ممتاز جدا تنظيم ممتاز جدا وخاصة زحف جماهيري رهيب لجمهور التراجي حوالي قديش وليد والله يا منحبش نعطي أرقام غالطة إسلام لكن نأكد لك اللي في السابق هو كان رقم قياسي تحول المصر يظهر لي ترطاح من غير شفقة ولا رحمة لأنه جينا توا من 130 كم من دبي للعين على متداد له تروت لك رهب اللي يتدوغ للكل بعلامات الأحمر والأطر برسة حافلات متع جماهير توم ساحة نص قبل الملعب ما نجلش نعطيك رقم لأنه الملعب مازل فرق بالرغم اللي فامة مباراة ما بين جودالاخارة والفريق الياباني انتهيت بفوز كاشيما بالضبط كاشيما لكن مازالة ملعب فارج حتى الملعبين الأجانب بمصاربة والزيرية ومقاربة في الملعب هنا باهتين كفاء جمهورتها في أكثر من جمهور العين ببلغة الكورة سميها الظدمة هذه الظدمة وفرق الظدمة معناها برماء أجواء منعشة منعرف أن تسمعوا في جمهورتها رجي قاعد رولي حصل للمدارج هذه الوضعية تقريبا ساعة وعشرين خيصة بالانتلاف المباراة برشة جمهور البرة من جمهور التراجي عدد قليل منهم خزاء بلاستو وتكتشفوا في الصورة التلفازية عدد كبير وكبير يسر حاجة أخرى أنا عندي تاوي تسايين هذا النهار الثالث في دبي وين تمشي ألوان التراجي وين تمشي تشوف مراول التراجي برشة معناها معاملة خاصة جدا بالنسبة لجمهير التراجي في دبي البارح وقت البارح كان احتفال في أحد المقاياه هنا في دبي وصهرية للأسباح ومنعرف أن نوصل لكم لفيديو هربط نهم ديو موجودين على الباج متاعنا اكسبرس افام سبول اللي حبي شوفهم مناجم يدخل على الباج ولي دي ايه لذلك هذي هي الأجواء كما قلت لك إسلام أجواء إلى عدلان احتفالية شخصة في المباراة كذلك النتيجة تكون احتفالية التشكيلة جاهزة عندك وليد ولا ما زالت تشكيلة رسمية نعفوا تشكيلة محتملة هنا التشكيلة الرسمية ما زال ما هم تشيحه لا مريدك شيء في الدود ما زالت تشكيلة الرسمية ما هم تشيحه لأول متعبة التشكيلة كانت حمسة تصل برية نحاول ونتصل بك في آخر الإميسيون مع حوالي 5 متراشي ما تعطينا تشكيل أساسية شكرا لك وهيد برحومة أكساح جماهيري من جماهير تلجري ضد تونس إن شاء الله أكساح على الميدان في المقابلة اليوم ضد العين الإماراتي وتلجح للدور النصف النهائي على كل نمشي للفقرات المعتادة في زون ميكس توضيفنا بشيكون تكتشفوا مبعضنا في البورتري اللي أعدوا زميلي أن يستحبن وقت نحكيه على عمليقة كرة القدامة التونسية فإن واحد من الأسماء هذه اللي تستحضرها من ذاكرة هو اللاعب عبدالقادر بن حسن الميعرش عبدالقادر بن حسن مولود في 24 سبتمبر 1969 وكان يشغل خطة مهاجم والعب لتلاثة نوادي تونسية النادي الأولمبي للنقل التراجل الذي تونسي والنادي البنزارتي بالحسن كان تحصل على لقب أحسن هدف للبطولة التونسية في زوز مواسم سنة 92-93 مع النادي البنزارتي و سبعة تسعين ثمانية وتسعين مع التراجل بعد نهاية مشواره كليعب اختار التدريب وأشرف مع مختارة ليلي سنة 2007 على تدريب النادي لذي البنزارتي سنة 2009 كان تدرب ناجم المتلوي سنة 2010 رولمبي للنقل سنة 2011 سبورتينج المكنين وسنة 2013 اتحاد بن جردين في مسيرته عبدالقادر بن حسن كان تحصل على عدد ألقاب من أكاس تونس عام سبت تسعين سبعة تسعين عام 94 اللقاب الشهير لبطولة فريقيا مع التراجل والكاس الأفرو أسيوية عام 95 خارج تونس عبدالقادر احترف البطولة السعودية مع فريق أهلي جدة كرير كبير كلاعب بالنسبة لعبدالقادر بن حسن تدريبيا ماهيش حاجة كبيرة بالنظر للإمكانيات الكبيرة لهذا الاسم عليش اختار أنه يعتزل كورت القدم في سن مبكر عليش معملش حتى شيء إلى حدلين في مسيرته التدريبية رغم إمكانياته الكبيرة رأيه في المنتخب والتراجي أسألة يجاوبنا عليها اللاعب الدولي السابق عبدالقادر بن حسن دونك مباشرة يمشيوا لضيوفنا قد أهلا بيك أهلا بيك ومرحبا بيك في إسلام وبرك الله وفيك على الاستضافة وبالإخوان العاملين معاك وبالسادة المستمعين أيضا متود معنا اللاعب الشاب لتراجي رياضي التونس كان بيودنا يكون معنا بورتريا أيضا لك رأت أنت تعرفه الدعوة كانت بسرعة يمكن جاءت اليوم ومشكورة على تجبيت الدعوة مرحبا بيك لأدل الفتح شكرا على الدعوة شكرا على إكسبريس الفام إن شاء الله تكون حلقة بي مع بعضنا اليوم مرحبا بي عايش بيهنا نبدو معك قدور كيف تشوف اليوم مقابل حدث بالإسبرانس والعين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم مقابلة الحدث تراجي رياضي التونسي عودنا بالتألق عودنا بالعطاء الغزير وخاصة في المحافل الدولية الحمد لله معنا واصل التراجل هذي التونسي المستوى اللي توا عالمي يعتبر وإن شاء الله بإذن الله بيش نمشيه وشوط كبير في آآ كأس العالم وإن شاء الله اليوم بيش نفوزه بقدرة ربي وإنتي رأت كما تعرف معنا مش جيد على التراجل هذي التونسي معنا مونديال الأندية دي جاء الناس كل خطية العبرة نتصور من مونديال اليابان لو لذي كل حاضرين ميل بورسان إن شاء الله اليوم نشوفوا مقابلة بها ونأكدوا اللي احنا حاضرين مياه بالمياه المباراة هذي إن شاء الله من حسن إلى أحسن ونتعديوا المباراة الجاية واللي مالين نكونوا في النهائي إن شاء الله ماني تكون مع صحابك اليوم بتبعها يلاعب يتمنى يكون مع صحابه وميتعرف الفترة اللي تعديت بها معنا مش سألة دونك مزلتك رجعت هذيك عليش معنا ما كنش موجود مع المجموعة إن شاء الله ما فاتني شي نزيد نخدم ملأ روحي دي جاء معنى تراجي تلعب على الألقاب الكل معنى بججيني فرصتي في قدم المواعيد إن شاء الله بيراد انت أقرب مني للملاعبية شنو الدي سكور اللي كان بالملاعبية قبل ما يمشيوا الإمارات ساعة قبل كل شي معنى احنا قبل ما يمشيوا الإمارات كما تعرف كانت عندنا باركور معنى متاع متشويت ريطار هذيكم كنا مراكزين عليهم خطر هذيكم أول حاجة بشي يحضروننا للكاس العالم كنا حاضرينكم يلفووا كما تشوف معنى حتى قبل الكوب ديوموند معنى مشينا واحنا في المرتبال ولا دونك مشينا بمعنويات كبيرة برشا اللي يدخلينا بإذن الله مش قدموا أحلى أحسن مستويات في كاس العالم بإذن الله يا عز جدول شاهد المقابلولة للعين والله شاهدت شوية صراحة شاهدت هاش الكل شاهدت شوية معنى المستوى كان محترم فريق العين فريق كبير فريق عنده معنى عناصر ممتازة عناصر معروفة عناصر تحدث الفرق في كل وقت بصراحة تقدمت الكرة في الخليج تقدمت الكرة في الإمارات دخلوا أجانب كبار ياسر مستوى عالي ياسر رفعوا من مستوى النعبة في الإمارات خاصة ومعنىش بش نقوله مبارأة ان التراجي بش يفوز بسهولة حتى إذا كان إنما بش يلقى صعوبة كبيرة في اليوم إن شاء الله بش تعدها أنا اللي أنا متأكد منه بش تعدها مبارأة قوية مبارأة فيها رهان كبير مبارأة فيها معنى حرارة كبيرة معنى انتونسيتية كبيرة وإن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي نخرج بنتيجة إيجابية دون تمشينا القدار الشوية اللي شوفتو النجم تحكم من خلاله وشنوها من نقاط القوة متاع العين والنقاط الضغف متاعو النجم يزغلوها اليوم والله شو نقول لك عندهم هما رأوا كيف يلعبوا ضد الاسبرانس رأوا الاسبرانس فريق تعرف أنت فريق معروف في الخليج وكي فريق من الخليج خاصة بيش يلعب ضد التراجرة وبش يكون حذر مهما كانت قوة عن عصره العموري ملعبي يحدث الفريق بلمسة معنى في كل لحظة وللأمانة معنى بش يكونوا واضحين معنى عندهم معنى صعود من خلف في الدعم الهجوم ومتاعهم احنا يجبنا نكونوا حذرين وخاصة في الاطراف ومتاعهم عندهم خدمة كبيرة لونك ماناش بش نلقاوا معنى منافس سهل بالعكس بش نلقاوا معنى منافس عتيد وبش نشوفوا فيه معنى بش شوفوا منه برشة كورة لي به رسميا نعطيكم التشكيلة رسمية الاسبرانس طوى هبطت على السيتو في سي بش يكون موجود معز بن شريفية في الكاج عالمين سامح دربالي علي سار ايمن بن محمد في اللاكس ثنائي خليل شمام وكذلك شمس الدين الزوادي وقدامهم كوليبالي والشعلالي ومعاهم ثلاثة الهجوم المعتاد الخنيسي البلالي وكذلك كنيسة البدري تقريبا دول مفاشئات تشكيلة رائدة دول مفاشئات خطر معنى كما تعرفوا الليكيب هذه معنى نتصور لعبة الماتشوات الكل مع بعضهم معنى في الشمبيونز ليج دونك الليكيب حاضرة ديجا معنى يوسف وبن محمد ديجا ريتوا قدش خذيوا معنى راحة وتأهيلات بش يكونوا حاضرين للجورجي الحمد لله معنى اللي هم حاضروا الجوزة سون بورسون ان شاء الله معنى يعطيوا اللي اضافة كيمالعادة ان شاء الله الليكيب كل يكون حاضرين وإذن الله نعديوا مبارات كبيرة برش ان شاء الله كيف تشكيل لعب القاتل انا نشارحت كي سمعتها الصراحة خطر تشكيل تسبرانسة اليها اه تعرف انتي الكونتينيتيه سورتو في الليكيب اللي قاعدة ديما تلعب فما انتونت فما ملاعبية قاعدين متعودين على بعضهم نشوف الخط الهجومي اللي قاعد يخدم بالبلايلي والخنيسي والبدري ملاعبية عندهم قيمة ملاعبية اللي يلزم السند يصير من كوم التالي ومن خاصة من كل يبالي بقدرة ربي مع الضغط من الخط الدفاعي من الخلف مع الكرة الثابتة اللي عنا ذوادي ما شاء الله عنا ملاعبية تعرف تضرب بالرأس ان شاء الله ان شاء الله نحن ثوديفرينسة طيبا بي اه مش نحترم مواجب التخافز طيب اللي راقة خاطر ينتمي للمجموعة مجموعة من الاسئلة مواجهة لك قدوة نبدو بحرق اسط المرمى تعتبر مواز بن شريفية طيب في الامن الحالي هو افضل مرامج ريدي؟ والله يشوف ايش نقول لك توا مشاء الله على رمي الجريدي معنا مسكت قداش من مباراة وبوع المباراة متاع النصف النهائي هذيك اللي صارت فيها البرتورباسيون بتاعه وصريف على كل حارس بشي يضيع ولا يهب طومي فورم نشوف انا بن شريفية عنده الالكسبرينس بصراحة عنده الشخصية خاصة يعرف يوقف الدفاع ويوقف دفاع ويعرف يتكلم مع دفاع متاعه عنده معنا خصايا الكبيرة اريته انا رمي الجريدي في المواقف المباراة الكبيرة اللي من نوع هذيه نحس بصراحة معنا المقابلة مش متاع مسك في الشباك اكثر منه شخصية وتأثير على الدفاع فبن شريفية نشوفه انا هو المؤهل اليوم ان شاء الله الفورميل متاع وسط الميدان بوجوده ثوليثيكم كوليباليش شعلي تشوف هذيه الامفل معناها اذيك هوا الي كيليبالي اللي تقدم علي التراجي في الكادة روعاء اذا كان هي بش تكون محافظة على منطقة وسط الميدان اللي هي منطقة افتكاك الكورة كيف تلعب معنا بفكاك كيما كوليبالي وكيما فرانقام في معنا كام دي بيفو دي سريكتور وقدامهم شعلاني اللي بش يناجم يخدم يعني الهجوم ونشوف مش من الخصالة متاع وبرشاش شعلي للي حاجة هذيه والله ليه بالعكس انا اذيك هي الفوتبول موديرني يزم يتعلم في الفستاسيون اذيك كيفاش يفك كيفاش يكون عنده ترانزيسيون قوية كيفاش يكون في حالة دفاعية يعمل الكنفرسيون صحيحة قوية وتعود عليها بامال دفواء لعب لعب الدمي فينال والفينال لعبهم ما شاء الله معنا بمستوى رقي معنا في وصل الميدان طيو اتعلم كيفاش يفك كورة وتعلم يتبلاسة وتعلم كيفاش يعمل الكنفرسيون معنا أوفونسيف يعني باهي اللي بيشتخليه يكون مدعم الخط الهجومي بيش ميبقاش فما فراغ ما بين كوليبالي وفرونقوم وما بين البلايلي والشعلاني وبدل فما ارائم تعفنين تقول لك بثوني اي كوم وكوليبالي ما يجيوش ما بعضهم ازوز خطر نجمه اثر على البناء الهجومي متاع الجامعة ازوز عنده من نفس البروفيل تعزوز من لعبيه نجمه اثر على البناء الهجومي متاع الاسبرانس لا 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 انا مراش هكاكا بخطر الشعلاني زاد عنده دور في كما بني الهجوم كما كما معنا كما ينهي الهجمه لكن كوم وكوليبالي يلزم زاد الفريق يبدأ عنده كوكتيل على الاقل على مستوى معنا اللاعبين الارتكاز وخاصة في افتكاء الكورة والتراجي تعرفوا الناس كل تعرف اللي التراجي الرادي التونسي فريق كبير فريق معنا يلزموا القاعدة يقولك قد ما تكون عندك فكاكة اكثر قد ما تكون عندك نسبة مئوية اعلى في امتلاك الكورة قد ما تكون عندك نسبة مئوية اعلى في الوصول المرمنطعة لالحارس المنافس دونك كتكون انتي تحط كوليبالي وتحط فرانك كوم الاثنين الاثنين رو يكملوا بعضهم في وسط الميدان وأثبتت أثبتت معنا المباريات جل المباريات أنه منشحوا في استاتيستيك مو أنه منشحوا في معنا امتلاك الكورة وفي فكانها دون اعتبار دي ما نقوله رو بالنسبة للكوليبالي تعدى بفترة فراغ في فترة من فترات اللي أثرت على وسط الميدان الترجلة ذاتونسي في افتكاك الكورة وصار برشا نقد على الملاعبي هذائي وقالوا شبيه وخايب وهذا يمشي صحيح الملاعبي كان مستواه راقي إنما في المقابلتين هذوك من نصف النهائي وتع ذهاب خاصة كان صحيح المستوى متاعه كان مهزوز لكن يعتبر قيمة ثابتة في وسط دفاع ترجال التوصي وسط الميدان نمشيوا وسط الهجوم أنت ويسل الخنيسي كنت تزهر تقريبا نفس المركز كيفاش تحكم على التفاومات التعايسيني لحد الآن توماس بيرونس لا بلله شو نقول لك يا سين الخنيسي متعرف ده يرجع راوديبا نقوله نحن القوة المجموعة يا سين الخنيسي عنده قيمة عنده طاقة عنده مؤهلات معينة خطر إذا زاد الوسط الميدان ما يدعموش بكثرة الكورة خطر شنو هو رأس الحربة رأس الحربة ممكن تجي عشرة كورة يسجل منهم كورتين ممكن يسجل كورة بعض الوقات تلقى معنا ما فماش امداد في الهجوم وبعض الوقات زادة تلقى ملاعبية على الأطراف كما البليلي كما سسمو البدري كما شعلاني ساعاتي تيح على اليمين يقعد هو في رأس الحربة صريح تعرف رأس الحربة يخطأ ويصيب والوحيد اللي يبدأ محاصر من ثنين لعبية لذلك لا نطلب من ياسين من الخنيسة أكثر من اللي قاعد يقدم فيه إن شاء الله اليوم ربي وفقه وإن شاء الله يكون معنا محظوظ خاطر زادة رأس الحربة بقدر ما هو يجتهد بشي ينجح في تسجيد الأهداف إلى آخره زادة رأس الحظ يلعب دور كبير إن شاء الله يكون اليوم محظوظ وتمشي معه الكورة كيفاش تقيم تقول اللي فكتيف الموجودة عظمة الشعبين وشنو من النقاط ستشوفهم وانتشوف لازم نجدابات في أمريكات وضعية شوف ايجا نقول لك إذا بش نحكي على ترجلة التونسية على مستوى البطولة راه نوع وإذا بش نحكي على ترجلة التونسية مستوى معنا المباريات الدولية راه نوع إذا البطولة التونسية الترجلة التونسية قاعد يجاري في الأجواء إلا إنما هو عنده بعض المباريات معنا المتأخرة اللي خلاته معنا مزال ما كملش معنا النصاب نتاعه في المقابلات اللي بش نجمه ونحكمه على اللي فيكتيف اللي موجود عليه ومن لكن شنرال ما الترجي مطالب معنا بأداء ممتاز ورايع في المباريات القرية والدولية لذلك كنقيم أنا الترجلة التونسية نلقاه ناقص وسط الدفاع نلقاه ناقص وسط معنا نقول نحنا لاعب بارتكاز ونلقاه ناقص زادة رأس حربة الترجلة التونسية يلزم لاعب ارتكاز لاعب ارتكاز بيفو معنا لاعب اي ناقص موجود كوم كوليباليش على الدي مسكيني لا ايجان قل لك ايجان قل لك اذا كي بش نتكلم ما انا نحكي على الكنستركتور مشكي مش نحكي على الديستركتور خاطر طوال فكاكة موجودين اه تحكي على صحنا على العب معنا اي لا لا نحكي على وسط ميدال ارتكاز في ريلانس ترجل هذه التونسية قاعد يعاني من مشكلة الريلانس اذا كان فرانكام بش يخرج الكورة ويكون فرانكام متابع من طرف المنافس الى المنطقة متاعه ما تلقاش ترجل تونسي معنا سهولة بش تخرج الكورة ويجبنا ايجان قاعد ينجم يخرج الكورة ووصل الى الهجوم يعني ناقص لك اقول لك انا قاعد قاعد يلعب كورة ويعرف يسير الفريق من الخلف يعرف يخرج الكورة انا نتقاش لك ما هي لك ما هي النقائص ومتعكم اي ماذا نقول لك نحن في كيف اننا نعني كما نقول لك اي مرحبا جدا نحن ريط حتى في النقائص وراتر يعني ريط لا تؤثرنا غير جملة حتى نحن في كيف ان تكونوا نحن في الزرزولتات يعني أن نقوم بشكل الأشياء اذا نجعل الفنيين واللهيين والذي يتمون يعني ايضا انا نحب نشوف كورة انا طوي كلمه صحيح هو يعيش مع الملعبية ويعيش مع صحابه لكن انا كما نتفرج فني نحب نتفرج في كورة جميلة نحب نتفرج في تراجي رياضي التونسي رغم اللي في كتيف اللي موجود فيها وصل المقابلات معنا في رادس ما ينجمش يمسك ستة سبعة لمسات في وسط الميدان وهذا مشكل بالنسبة للتراجي رياضي التونسي كفريق كبير الناس كل التابع فيه هذي الجمالية اللي نبحث عليها راس حربة يقاون لخنيسي جناح يقاون البلايلي كي تضرب البلايلي نلقى روحي باش ندخل ملاعب ينقص كمبيتشون وهي اللي تطالع من الاسبور هذي مش تعته الرجل هذي تونسي ناحي الفوف جاوية هذي متبدلتش شوية مع معين كي يجي معين ولاي لا مزال بكري متنجمش تقول توا معين معين قداش عنده عنده وطوا منباش هر شدد التراجل هذي تونسي محصوب بالنهائي وبالنسبة الفريق باش يولي يلعب كورة تفرجك وتمتعك يلزم على الأقل على الأقل خمسة ستة شهور باش المجموعة تلحم في بعضها وتصير فما كويزيون تصير فما سينكرونيزاسيون وتولي الملاعبية تفهم بعضها معه الكاليتي تكنيك معه البيفو اللي أنا نحكي عليه عنده عنده كاريزما اللي بش يلعب الفريق نتفرجه قبل الفتراجل هذي تونسي فاهم لعبي اسمه نبي المعلول قاعد يلعب الفريق تحبه لتكره فاهم لعبي اسمه بواب يلعب معاه فكاك بالمحمود معاه فكاك نحكي على التراجل معنا تحس الكورة الكورة تتلعب تتلعب شبابه اليوم نحبه الملاعبي اللي بش يدور الكورة الشبابه اللي ما يبداش مضغوط ويحب يطلع للهجوم ويوصل للهجوم بسرعة خاتر مش بشرطه هي تاخذ الكورة مالحارس بسرعة توصل الباب متاع المنافس يلزم تفرج الكورة يلزم تلقى كيفاش تدور الكورة بش انتي بيدك تتمتع بلعب الكورة وتدخل هذي في الكاليتي تكنيك متاع الملاعبي تدخل في الابرانتيساج متاعه وهو صغير تدخل في الفورمسيون واحنا عادة ذي باب إذا بش نحلوه متاع فورمسيون بش نل في فترة نعطيك اجزامبل انا السامح الدربالي ما شاء الله عليه وقاعد يقدم في مستوى كبير وخاليل شمام قاعد يقدم في مستوى كبير على مستوى خطة وسط دفاع التراجيل انا نقول كما اتفرج التراجيل التونسي هل مزلت لي حد الان معنا متمسكة شنية الاسباب اللي خلاته تمسكت بالدربالي مثلا لا فهماش اريال درواء اريال لاتيرا درواء يظهر يمين اللي بش يقدر يعطيك اكثر هو اصغر منه في السن مفقود ما فهماش في اللاكس سنترالي شكونت بش يلعب في بلس خلي شمام مش مست في شمام خاني خاني اقفل هنا في الاردرواء اشنو رأيك في رائد الفيضاء في الكلم ذي وانتي تشغل البوست هذي معنا وشو توم يجول معاكم يحب المباركي زيت لاي رأي ومعناها ونحترم ومعناها انا منيش انا بش نحكم على الاروح يفهمتي دجاحة الماتش اللي لعبت ومعناها لعبت افونسيف انا دونك ما نجمش يحكم عليا في البوست هذيك او مرانيش نلعب معناها نكمل سيفري انا مرتوش يلعب ونحب نشوفه يلعب اليوم ونحب نشوفه يلعب هدوة خطر يلزمنا احنا نحضره انا ريالاتيرال درواء في بلس سامح الدربالي الى متاء سامح الدربالي فما يهب زي ده قدور يهب المباركي تفرش فيه شوية انا تفرش فيه شوية مش برشة لك الاكسبرينس متاع اساسمه سامح اكبر وقيمة اكبر وقعد نتفرش فيه سامح رو ما تنسيش انه في سرطاناج اليوم رو سامح يلجم يسير له بلس سور متاع فركتور دو فاتيغ من غير كونتاكت يلجم يكون يمشي يتير يقول لك انا السرطاناج لملاعبي ولي تخرج له بلس سور فهمتي توا دونك اه ما عنيش الاسبرانس رو نتكلم على الاسبرانس رو يلزم انا ريالاتيرال اللي بش ياخذ المشعل ويمشي بعيد اه اه اناكس سانترال عنا عنا دوز اكسيو عنا خليل شمامو عنا اه اش اسمو اه ذوادي مبعد شكون مش ترقا مبعدهم انا بعد خمسة الستة ما تشويت نجيب انا تضربلي الذوادي ولي تضربلي خليل شمام اللعب انتروازيا ماكسيال اللي هو موجود في وسلم مجموعة وبش يلعب ما فماش انطنت ما بين وبين الثاني خليل شمام عامل انطنت خليل شمام ساحب خبرة ومن نختلفوش فيه اثنين لكن وقتش انا حشتي بالاسبرانس مبعد خمسة نين فما بروبلم انا نحب من القيمية اذين نحلو رو ايجا نقول لك راي ديما كي نحكي نحكي على بيراميد اسمو الاسبرانس يلزم ويعمل استراتيجية متارو كرتبون مانجيش انا فان داني ولا فان سيزان قولت احنا نقسينا اكسيال احنا نقسينا بيبو يلزم نجيب اي والله اوفم الملعب الفلاني ماليكيب الفلاني خنجيبو اي والله اوفم ليه سيباسا ويني لزانسيان بتاع الاسبرانس خلي ما نتكلمش على روح اينا ويني لزانسيان بتاع الاسبرانس اللي هوما انوجه له انا رسالة لحمد المدب ونقول له اذا عندك القروب يعمل راو 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 كرتبون بتاع الى جران كلوب في اللونيفو اراو يعملوا راو شارش ويعملوا سوي فيه متاع عام وعامين باش يجيبوا ملاعبي يخدموا به الشامبيونز ليج ويخدموا به كيمها هكيه ماكش تراد على انتدابات اللي قاعدة ساينة في الاسبرانس توا ما نقولش انا ما نتعنش بالعكس ما نتعنش في الانتدابات وما نتعنش في خدمة الناس القاعدة يتخدموا مربيعين هوا لكن انا كاما اتفرج من بره نشوف انا بعد عشرة سنين خليشا ما مزالي على الباكسيال نشوف انا سامح الدربالي بعد عشرة سنين مزاليال عبر الاتيرالدرواء مرحبا مدام مزالياتي مرحبا وقاعدين عادي روند مو بش من المصومش بالعكس لكن اين استراتيجيتي كادارة التراجي عندي دو فرن فرن تعلم لعبية اللي هما طالعين دي جون من من اللي جون بتاعنا دوزام فرن اللي هي باش نجيب انا دي جوار بروفيسيونال اللي باش يخدموا لي ونحن يلزم الناس مختصين في ادارة التراجي للتونسي يهتموا بالامور هذه ويجيبوا دي شيفروني ويجيبوا من الافريك باش الاسبرانس تربي الاجيال اللي طالعها دابري اللي بروفيسيونال اللي داخلين لها طو اصلا مع كلامك الدور نمشي لرائد وقتلش شوفوا شوبين متاع الاسبرانس رائد انتي مسكيني ملاعبي اذوما ونستشوفون ماشي يفك باش رائدوا في ماتشوين بالبطولة لكن قصون شوفوكم التليلين ذو سكي تابل بعناها في اليكيب لا تعرف نسكل تشتب في المجموعة نسكل كيف كيف نسكل تشتب تشتب الان store تحاول تبع بلاي سهير ممارسة يقعد الاطار الفني ممارسة كيفما قلت لك يخدم ويخدم ويخدم ويفرصته تأطيبؤ وحادها ماذا اضاف معين الشعباني في الاسبرانس بالمقارنة مع الفترة اللي في تشوفنا حتى روح تبدلت في الكيف اليكيب مات في الاهلي كيف كيف ماذا اضاف معين؟ بتبع برشة حاجة تتبدل صورتو معنى سي معين ما عندوش برشة معنى من يبطروا الكورة والجمعية وعبارة معنى يعيش معانا كلاعب معنى دونك يفهم الجوارات كيفاش يتعامل معاهم كأنهم أبار الكورة معنى كأنهم أخوات ديجا عندو فكرة معنى كيف شنين الملاعبين شنين يحب شنين ما يحب شنين الحاجة اللي تقلق وشنين الحاجة اللي تخليها ليس دونك ذاك عليش معنى نس كل متجاوبة معاها دونك مالقينا صعوبة معنى في التعامل مع سي معين دونك معنى كل شي ولا سهل معنى بحكم الي هو كي ما قلتلك معنى وش برشة من يبطروا الكورة دونك الجوارات كل يتعامل معاهم كي ينلاعب معاهم انتي بعض البنتو متاعك في القلوين شوفتك مشيت المعين عليش؟ سي نورمال بش مشي لستاف متاعي معنى هو اللي يعطاني الفرصة باش ويحدي ورى امكانيات ويحد كان كما تعرف معنى ثمانية شهور عامل يصابه في الاربط المتقاطعة والماتش ليه والماتش يسجل فيه ومعنى والفرحة والانتصار معنى اهديته ليهو بحكم ليهو بعطاني فرصة معنى بش رجعك مكانيه ما حكاية معك في الماتش؟ ديما يحكي معايا مش كان في الماتش ما احكي معايا ديما يقول لي معنى يا رانا كستاف نمنو بيك ولا بلا قدراتك وحنا عنا فيه كنفرونس كبيرة ونعرفوا لي مش تعدي ماتش باي معنى دخلت معنى ويت مرتفع معنى ويت ما خليتنيش معنى نخم مكان نغلط نعمل هكا يقال لي يلعب وغلط وميسيليش وعاود وصلح وو نعرف اقال لي تعدي ماتش باي وحمدولله معنى واحد ورى مستوي به يخليه معنى اتوج بالاخر بهدف كما قلتلك معنى اديتو الاسطاف امتي انا خاطر هو اللي اعطاني معنى الفرحة استيرية كانت فرحة كبيرة كيفاش عملتو سبينت اذيكا في اخر ماتش سعين دقيقة ظال وميتعملش كاو واحد كما يلعب في الترجرة ومعنى كما تبدأ المباراة كما توفاها يلزم تكون ديجا حاضرة سوم برسوم معنى فزيك مو كما تعرف ونخدمو في خدمة كبيرة معنى ديجا اللي وصلته معنى المجموعة توا مش من فراغ معنى الناس كل حاضرة الناس كل تخدم في خدمة بايا دون كما تعرف انا ديجا كنت مرتاح معنى وراجعة من عربة متاقاتع دونك خدمت برشة وخدمت خدمت برشة 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 سيرتو عالجانب الذهني خاطر رجالي تكون معنى مسلف من جامعية وترجع وتلقى روح معنى فقامتني دونك ستاف قول حذرني أمير بورسون باش لو جورجي يلقي تروحي حاضر وحمدلله عتيت اللي ذافة للفريق انتي قدوه بنسبة قدش تعتبر الموعين مساهم في التدويج بالشامبيونس ديجا شدهو مقابلة نصف النهائي والفينال هو لما حالا سألت وانا موعين قالي انا مساهم عشرة بالمئة وخارت بنيها تسعين بالمئة لا لا من هو 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 انسان متربي ياسر ومحترم ياسر ومتوضع ياسر معين ونعرفه بالقداع بالعكس ما يعطلوه مع بعض كما لا لا بعد يجا هو من اخلاقه العالية يقول كلام كيف هذا لكن دوره كان كبير حتى مع خالد ما ننساوش الميريت متاع خالد وتحذيره متاع خالد اخذا السويذي هو معين ما اخذاهش من فراغ اخذاه من باز من قاعدة طيبة اخدمها خالد معاه وكي اخذا السويذي هو حتي ديه على النقاط السلبية اللي موجودة في المجموعة خاتب تعرف تدريب فريق بش ترقى ايجابيات وترقى سلبيات شنو المشكلة اللي كان يتعرضه للترجل هذي التونسي حتى عليه معين شعبين ديه كان يساهم باربعين في المئة مع خالد كمساعد توا ولا بالحق يعني كنقول انا بارسولي المان نقول عنده فات مانين في المئة ولابروف وقت لي مركيت البونتو ومشيت له انتري بانسيني بالنسبة لي انا عالجاو في اللي كيف مع الانترينير ومبين الملعبية وهذا السر حتى عليه معيني ديه على خطر الفؤات الرئام بو ماناجر بيش تنجم تنجح معالي جوار متاعك معين شعبين يراوا السر مش في التدريبات ومش في التكتيك ومش في الحضور البدني اللي هما بريمورديال وقاعدين يتخدموا في الترجل هذي تونسي وفي اندي اخرى وقاعدين يتخدموا معنا بشكل ممتع وبشكل صحيح لكن ثم سر اللي هو نوترينير ماناجر داتر ام ماناجر واللي خلى الملعبية كيف يكملوا يمركيوا الهدف انتاحهم يمشيوا ولو يعنقوا سيبا فاصيل ماهيش خصال يتمتع باقي مدرب معين شعباني انا نشوف انه 80% اللي ساهم بها اللي خلاتوا اتر ام بوم ماناجر عرف ياخذ الملعبية عرف يكون صاحبهم وخوهم الكبير وعاشوا مع بعضهم نفس الاسبري عاشوا مع بعضهم نفس الفكرة عاشوا مع بعضهم نفس الرؤية وفهموا بعضهم يعني الملعبي في التراك يجي يعمل حكاية يقول هاوسي موعينيش يحب ومعين قاعد في البنك يغزر يقول الملعبي متاعي بش يعمل كذا وهذا يمناش متواصل للمبيناتهم برافو بالنسبة الملعين انا جسوي بصراحة والله يقروا كي نسمع حكاية ملعبي يحكي على المدرب متاعو انسان فيه بليزير ان شاء الله رب يوفق الجميع ويوفق معين ويوفق الملعبية لكل كمس اتيك صحة قدروا مزانا متواصلين في حمالاتنا حتى الخمسة متاع عاشية لكن ننخلي للميكرو الزامير واسامة في الأخبار